السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في أطباقي أم تسني اليوم إن شاء الله عندي فكرة للأخوات ولا تدبيرة يعني هي كيفية حفظ الخضار يعني ربات البيوت والذي من بكرهما في اللاك ويزين أكيد يعرفوا الأمر هذي ولكن نحكي مع البنات أو الأخوات الذين يدخلون مطبخ شدود معلش نديو أفكار من بعضنا يعني رغم أنهم أمر عادية وش عندي هنا يا بعض الخضر كيفية حفظها أنا يا أنا عندي هذو الدي ساشي هذو دخون سباون وهم موجود في بيوت كامل نحن نقول لهم ساشيتها من قطاع السكر زعمة كيفية راح ندير عندي أنا مثلا هنا الجزر نديرهم ثلاثة نحط كمانيا نعدلهم بعد ما تنسحيهم تنقيهم الأخ بها قد تقعد لها تلاجة نضيطة هكذا بطريقة هذه نضيفهم فلساشي والله هيرتقعد مدة طويلة يعني نحكي مع الناس اللي تكون العائلة صغيرة وكيما يروحوا يشريوا الخضراء يشريوا بكمية كبيرة سوف يضيف ودخسر لهم هكذا بعد ما نحطها هك طريقة هذه أنا وش ندير أنا هذو الفكرة كيفية هزيتها ليمون ونضيفه ونضيفه بطريقة هذه هكذا صاشي وكان الهوام لداخل مصحوب يعني نحوله الهوام لداخل هذا الطريقة ستجعله الليمون مدة طويلة أنا كنت نستعمله خليته في صاشي هكذا كما هك خطيته في القجر أو في الدرجة الثلاجة وخليت نستعمل منه وقعدوا لي حبتين لم تستعملتهم مدة طويلة بحكة رجعت ليهم وحب بعد واحد الشهر أو لا وقعتهم وزالوا لي كما رأيهم ومن ثم هزيت الفكرة أقول لت نحفظ الخضر طريقة هذه والله الجزر عندي كمية جربت فيها فيتا شهر في واحد الشهر والله فيتا كما حطيتها كما قعدت لي يعني ما خسرت لي خلاص وشدير الأخت طريقة هذه تفتح تجبد الهواء بفمها فقط يعني هما كينين عفايس سبيسيال يعني يعني يجبدوا الهواء نحط هنا فم اللحنة ونجبد الهواء نتخلص منه ومش كل الهواء يعني الكمية الكبيرة ستحسي كشغل البلاستيك هذا يرسق نزيد هاي بريقة هذه وثانية تقدروا تستعملوا الورق الشفاف يعني هذا لا يكون متواجد في كل البيوت ولكن انا أعطيت لكم هذا ساشيران متأكد هناك كين في بيوت بزاف تحكم منظمة هكذا ثروليها وتحطيهم هكذا في القجارات قدام بعضهم جيك سهلة حتى تعود خطراء جيدة جبدي ترجعها فاسي الماء يعني ما حتى تقلقك خير من يعني 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 نخبيه بنفس الطريقة يعني نستعمل نفس الفكرة مع الخضار كامل نمسح الحبات التوعي بها المختصة لما تجبدها يعني تلقىها نقية خضرها لا تغسليها يعني ستخسر الماء ستخسرها امسحها بتورشون تكون مشمخة نقية نقية مليح هدعان خليط الليمون هكذا نقية اي قطعة قوماش شو منخيها ومسح بها الخضارة تاعك بطريقة هذي نتمنى ما نلقاش يعني تعليقات جاريحة أنا ندرا مع البنات الصغار يعني لما يعرفوش ما فيها والأفكار يعني نتبدلوها مع بعضنا بالنسبة لهذا الخضار اما بالنسبة يعني للبصل والبطاطا والثوم هذو نخليهم أنا نديرهم عندي كوربي لزيطاجير هكذا نحطهم ثم يعني هما ميحبوش للثلاجة والبصل نعرفو ريحتو كيف خطيف الثلاجة أكيد رح يخسر لك الحالة هكذا بنفس الطريقة نعاود نجبد نسحب اللي هو هذك اللي الداخل هم تحسو هذك اللي هو تجبد هكذا الأخط من الأسبوع الأسبوع تقضي ولها 15 يوم و 15 يوم يعني كان يطبوا له و هكذا هكذا ونخليها ونضعها بالتجارات كما نحكينا هنا أنا هذا لدي مدم الذي شريته القرنون أرض الشوكي خدمت منه خليت هذه الأسبوع تحبت ومن الداخل يقعد الله يبارك وشنه الرشتاء ونقعد 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 لكم هنا أحب أخيار ثانية طريقة هذه الفلفل سنقوم بها طريقة ونقعد الأخضر ونقعد هنا سلاطة لا أريد أن نقعدها طريقة هنا هنا سلاد ونقعد دبشة ونقعد دبشة ونقعد الأخضر تستطيع الأخضر تغليفهم بالجورنال يعني بالجورنال ثانية سيقعدوا هكذا هم يطلقوا الماء لبناء والجورنال سيمصلهم الماء هذا ونجعلهم يخسروا والله على البالي بالجورنال ليس غذائي ممكن فيه سوم أخوات تستعمل تستطيع البابي البابي تغليفهم ملح وتضع مصح ليه ليه بالماء يعني شكل تستهلك ليه 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 ملح تستقطر وضع الثلجة تستعمل وضع الثلجة بلوبابي هذا وضع الثلجة 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 الثلجة ثانية ستحكم مدة 20 يوم يعني سلطة أصلاً لا نحن نشري كمية كبيرة هائل وضع ثالثة صاشي ثانية هذا ما الذي ستشمخ بالماء تستطيع تستطيع قطعة بالقماش بالقماشات يعني لدينا تراش وتراك الكثرة هذه تستطيع تستطيع يجب أن تكون مختلفة للسلاطة والمعدنس والدبشة والخضورة يجب أن تكون مختلفة بالأخرى و نضيفها في ساشي ثاني من نفس الطريق نضيفها في ساشي سوف نضيفها الكمودة أطول والخضرات تتحنيهم المشكلة و نضيفها في كل مرة سوف نضيفها في ساشي نضيفها أولا فيها أضيفها في الساشي سوف نضيفها المشكلة نضيفها تغلالها ثم نضيفها طماء الفلفل ثان كيف كيف نديره في مصاشي بنفس الطريقة كما شاهدوا هذا وهذه هي فكرة اليوم نتمنى يا ربي تكونوا لما كانوا يعرفوا فكرة ان شاء الله مليحة انا اكمل بقية الخضر والفغوي ثاني كما البرتقال عائلتهم صغر يجبوا كمية كبيرة ثان تقدرها بنفس الطريقة على القارس انا نديرهم هنا في كغبة عادية ونجدهم هنا يخلصوا الهلة هذه هي فكرة اليوم نتمنى يا ربي تكون فكرة ممكن تكون جديدة ممكن تنفعهم ان شاء الله على شلالة نضيف نضيف ونضيف هذا الزوج جيد ونضيف الخضرات ونضيف الخضرات ونضيف الخضرات ونضيف الخضرات نضيف الخضرات مهما كان بالطريقة ممدى طويلة لا تكون الصحنية ونضيف الخضرات لن يتم تباقبها لنضيف الخضرات نضيف خضرات ونضيفها سمت الملات من خضرات ونضيف الخضرات لا ترجم الخضرات بخضرات نسحب كل الهواء قد تستعملوا الورق الشفاف الخاص بالمطبخ هذا يجيكم سهل تضعوا الخضراء و تروني لا تسحبوا الهواء بالصح انا احبت نعطيكم فكرة و احبت نعطيكم حاجة كما نقول هو قديسة يضع البني موجودة في البيوز كامل دوم كل اخت تستعمل و كيف يكون في دارها لا يوجد شرط الهواء على جالبه تخبي الخضراء نكمل هذا الفلفل هذا لا يوجد نايفي لا يعمل بشكل هنا غير مرحة احبت على جران قمت بشكل اضيفي اضيفي فلفل الحار لا تستعمل بزاف في البيت يجب كمية قليلة يجب كمية قليلة هذه هي هذه هي الفكرة اليوم هذه هي كيفية حفظ الخضار نسمنا يا ربي تكون فكرة كما نقول وتعجبكم وتطبقوها وتلقوها باللي يعني تخرج عليكم كما نقول أنا شخصيا خرجت عليها جاتني فكرة مليحة يعني هكذا كل ما نشري الخضار تاعي هكذا خبيهم بالطريقة هذه وكما هدرت لكم البطاطا واللبصل والثوم خبيهم وحدهم على بره لا نعطيهم بثلاجة نديرهم عندي سلة هكذا كما قلت لكم ندير فيها الأخر البطاطا البطاطا تصليها أكيد مليحة من التراب أي تجي فيها تراب وتنشف فيها وتحطيها ثانية على بره رح يتقعد لك مدة طويلة وهذا ثاني هكذا في الثلاج رح يحكمو لك مدة طويلة ديرهم في القجارات بإذن الله و رح تلقاو بالليا يعف سمليها بإذن الله هذه نخليكم على خير بإذن الله نتلقاو في فرصة واحدة أخرى إن شاء الله إذا عجبتكم مصفة اليوم أو فكرة اليوم إن شاء الله درو لي جانفلا فيديو بارتاجيوها مع أصدقائكم بارتاجيو لي القناة مع أصدقائكم هكذا يكون نتشجع نزيم دلكم حوية جدد إن شاء الله هذه هي إلا المتقى إن شاء الله ترجمة نانسي قن такой ترجمة نانسي قنقية